إذا أردت أن تنجلي عن قلبك المصيبة فعليك بأمرين الأمر الأول أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى الأمر الثاني أن تسلم لله عز وجل فيما قضى تسلم لله سبحانه وتعالى فيما قضى وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطأك وما أخطأك لم يكن ليصيبك النهاردة نتكلم كيف يتسلى المؤمن في المصيبة كيف يتعز المؤمن في المصيبة كيف تهون وتنجلي المصيبة عن قلب المؤمن لأن طبعا نحن في هذه الدنيا إنما هي دنيا مشقة وتعب واختلاف وتحول من طبق إلى طبق وكذا وكذا لكن الإنسان عليه وأن يعلم أن كل هذه الدنيا بما فيها ومن فيها إنما هي بقضاء الله و بقدر الله سبحانه وتعالى فإذا أردت أن تهون أو أن تنجلي المصيبة على قلبك و أن تحس و أن تشعر بطمأنين و راحة نفسية عليك و أن تحسن الظن بالله أولا ثم بعد ذلك عليك و أن تعلم أن هذا الأمر بيد الله فتسلم لله سبحانه وتعالى بما أصابك و أن تعلم أن الله عز وجل ما قضاه و خير لك بحول الله و طوله هذه سنة الله في عباده سنة الله في الكون سنة الله في ابتلاءات سنة الله سبحانه وتعالى أن الدنيا لا تستقر لأحد على حال لا تستقر الدنيا لأحد على حال و ما فيش حاجة زي ما العرب كانوا بيقولوا و أن دوام الحال من المحال دوام الحال من المحال و قالوا أيضا اصبر تنل اصبر تنل و عندنا اشتدي كربة تنفرج كلما يعني بدأ الإنسان أو بدأ الليل في الظلام و اشتد الظلام كلما عن اقترب الفجر من البزوغ و من الخروج و ذلك احنا بنقول إذا أردت أن تتسلى و أن تنجلي هذه المحنة التي تشعر بها أو تحس بها و الذي ألمت بك تسلم لله سبحانه وتعالى و أن تحسن الظن بالله عز وجل و القرأ في التاريخ يرى هذا واضحا جليا إذا قرأت التاريخ علمت ذلك و رأيته يعني بما لا يحتاج إلى مشقة و إلى تعب حتى تعلم أن الابتلاءات موجودة في حياتنا الدنيا حتى بالنسبة للأنبياء حتى بالنسبة للأنبياء قوم نوح يعني قالوا له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين لئن لم تنتهي لتكونن من المرجومين و هذا نبي من أنبياء الله سبحانه و تعالى بل من أولي العزم بل من أولي العزم و لولا أن الله عز وجل أغرقهم لا رجموا سيدنا نوح عليه السلام لولا أن الله لكم لا رجموا أيضا تآمر قوم إبراهيم عليه السلام عليه تآمروا عليه و أنتم تعرفون أنهم أججوا له نارا ثم وضعوه فيها و أيضا فما كان كما ذكر القرآن فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه بالنسبة لخليل الله إبراهيم عليه و على نبينا الصلاة و السلام فهؤلاء من أولي العزم و الإنسان دايما بيتسلى و بيقوى قلبه إذا رأى غيره أو إذا رأى غيره عفوا يكون قدوة له فيتسلى القلب و يقوى القلب و الإنسان كلما أحس أنه ليس وحده في هذه الدنيا كلما شعر بقوة القلب بقوة القلب و من الفوائد الإنسان يذكر هذه القصص التي جاءت في القرآن قصص لابتلاءات سواء كانت للأنبياء سواء كانت للصالحين سواء كانت لمرأة أو لرجل أو 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 فعندها يتقوى القلب بما يقرأ و بما يعلم و هذا أيضا من فوائد القصص القرآني فوائد القصص القرآني أن الإنسان يخرج من القصة بعبرة لقد كان في قصصهم عبرة هذه العبرة يأخذها الإنسان فأنت تقرأ مثلا ماذا فعل قوم إبراهيم مع إبراهيم تقرأ ماذا فعل قوم نوح مع سيدنا نوح تقرأ ماذا فعل قوم موسى و كيف يعني طرضوه و كيف فعلوا و فعلوا و فعلوا فسعت بيهون عليك ما أما تلاقي في حياتك من عوارض و مشاكل و ابتلاءات أيضا سيدنا هود عليه السلام هدده قومه أيضا بالتهجير و التشريد و الطرد و قالوا لعني لو لأن الله عز وجل أهلكهم أيضا لفعلوا بهود عليه السلام ما توعدوه به لولا أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم لفعلوا به ما يريدون لإن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين سيدنا لوط عليه السلام و هكذا و هكذا فهؤلاء هم الأنبياء الذين ينظروا إليهم بعين العبرة و بعين الأسوة حتى تخف مصيبتك أو تهون عليك مصيبتك أو تنجلي المصيبة و الابتلاء عن قلبك في هذه الدنيا التي نعيشها عيسى عليه السلام أيضا لما بعث بدأ قومه يعني في معاداته و أرادوا أن يقتلوه ثم بعد ذلك يعني رفع إلى السماء كما يعني أنتم تعلمون ترجمة نانسي قنقر